حينما يقف بعض الناس ليهني النصارى في عيدهم الذي يحتفلون به كما يدعون بميلاد ابن الله وتعالوا عن ذلك علو والشري اسمع ماذا قال الله سبحانه وتعالى يا من تجهز نفسك لتعايدهم لتهنياهم أرد عليك بقول الله لا بقول عالم ولا بقول مفت ولا بقول خطيب ولا بقول شيخ وإنما بقول الله قال الله جل في علاه وقالوا اتخذ الرحمن ولده لقد جئتم شيئا إداء عظيما مصيبة كبيرة تكاد السماوات يتفضر منهم من السماوات وتنشق الأرض وتخر الجبال هدى ماذا أن دعوا للرحمن ولده كل عام وأنتم بخير عيدكم سعيد عيدهم هذا السعيد أنت تقول عيدكم سعيد وتهنئ في عيد هذا الميلاد وفي بداية السنة ولكن هم يعتقدون أن هذا ميلاد ابن الله وهل لله ولداء وأنت تردد كل يوم قل هو الله أحد يقول أنا أهنئهم لأنهم هنؤون هنؤوني في عيد الفطر هنؤوني في عيد الأضحى لما جاءني ولد هنؤوني لما يأتيه ولد هنؤوني قال لأنا لما توظفت وتزوجت هنأني بزواجي يا أخي لما يتزوج ويتوظف هنؤون لكن في الدين اعتز بدينك يا أخي اعتز بعقيدتك يا أخي بالله عليك تقول مبادلة اليوم أعدار الناس مبادلة طيب هب أن هذا النصراني دخل مسجدا مجاملة لك أتدخل كنيسة مجاملة له هب أنه سجد لله مجاملة لك أتسجد لصليبه مجاملة له فلنتق الله يا عباد الله وبعضهم يقول يوم يا أخي طوال العام وأنت هنا وهنا وهنا ولا تريد أن تحتفل إلا في هذا اليوم يا أخي بحق عن يوم تاني تركت العام كله وقلت ما هو يوم واحد ما مشكلة يا أخي هذا اليوم هذا اليوم فيه شرخ لدينك هذا ليس لدنياك فيه شرخ لدينك فعلينا أحبتي أن نتق الله يا أخي أقول في ختام هذه النقطة المشركين ماذا قالوا لرسول الله قالوا يا محمد نتفق معك اتفاقيا قال ماذا قال تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة تفاقيا تعبد آلهتنا سنة السنة اللي بعدها نعبد إلهك الله يومها أنزل قوله تعالى لكم دينكم وليا دين لأنهم عرضوا على رسول الله سنة مقابل سنة ثم نسارع لنكون حضاريين لنقول كل عام وأنتم بخير إذا كانوا هم بخير لأنهم تقدموا ووصلوا إلى ما وصلوا في التقدم فنحن لسنا بخير لأننا وصلنا إلى التأخر